تعتبر مشاركة الشباب البحريني في العملية الانتخابية عنصراً أساسياً لدفع عجلة التنمية للأمام بما يعود بالنفع والخير على مملكة البحرين والتي استمدت طاقتها من سواعد أبنائها الشباب بما في ذلك المجال التشريعي وتأتي مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية والبلدية 2022 كدليل حي على وعيهم بالعملية السياسية لاستكمال المسيرة الديمقراطية لجلالة الملك المعظم ودورهم الفاعل في كافة المجالة الحيوية في المملكة منذ بداية الانتخابات النيابية والبلدية حرص الشباب البحريني على إثبات وجودهم ومشاركتهم في رسم صياقة المستقبل ونهضته ليثبتوا بأنهم أهلاً للثقة وأنهم قادرون على المنافسة في السباق الانتخابي فمشاركة الشباب اليوم في الانتخابات تؤكد على وعيهم للانخراط في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص بما يعزز المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المعظم لمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية والعمل على دفع عجلة التنمية للأمام هذا وتتواصل المسيرة الديمقراطية التي يقودها بكل حكمة وحنكة عاهل البلاد المعظم بمشاركة العشرات من الشباب للصعود للمجلس النيابي والمجالس البلدية فمستوى الإقبال الكبير يؤكد على حرصهم في اتخاذ القرارات ليكونوا مساهمين في استكمال هذه المسيرة وعنواناً للتغيير من أجل بناء مستقبل مملكة البحرين مرحلة النضوج التي وصل إليها الشباب البحريني أكدت عليها المجالس السابقة من خلال وصول العديد منهم إلى قبة البرلمان أو الكرسي البلدي فضلاً عن أن الكثير منهم كسبوا العديد من الخبرات والمهارات فشباب الأمس قادة اليوم فهذا الرهان قطعت به مملكة البحرين شوطاً كبير ليكونوا عماد الوطن والذراع التي تتكي عليه عند المحن في مختلف المجالات وفي السياق نفسه إن المواقف الخالدة لشباب البحرين وإسهاماتهم المتواصلة ساهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين كونهم الركيزة الأساسية في المشروع التنموي لجلالة الملك المعظم فلا يمكن أن تسير التنمية في أي مجتمع من دون أن يحركه الشباب ويقفون في صفوفه الأمامية كشركاء كاملين في جميع تحولاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين